ماذا تحمل يا ولدي؟ ما هذه الأشياء؟ هذه جوائز، ساعدوني فالجوائز كثيرة ما الجوائز التي حصلت عليها؟ حصلت على جائزة القرآن الكريم وجائزة السيرة النبوية وجائزة المعلومات العامة ما شاء الله، فقد حصل ولدي على جوائز المسابقة كانت المنافسة شديداً جداً ماذا فعل صديقك حسام؟ حصل على جائزة الحديث وجائزة الخطابة هذا أسعد يوم في حياتي لقد رفعت رأسنا أنتما السبب في نجاحي؟ جزاكم الله خيراً ونحن سنعطيك جائزة أيضاً ونحن سنعطيك جائزة أيضاً لا أريد منكما جائزة فالخير كثير والحمد لله لكنني أريد منكما شيئاً آخر ما هو؟ سنعطيك ما تريد أطلب منكما العفو والدعاء عفو الله عنك ووفقك في حياتك ودراستك جزاكم الله خيراً نجتمع اليوم لاختيار الطالب المثالي ما صفات الطالب المثالي في رأيكم؟ أن يحافظ على صلاته وأن يكون حسن الأخلاق أن يهتم بنظافته ومظهره وأن يكون محبوباً لدى زملائه ومدرسيه أن يحصل على امتياز في الاختبارات أن يشارك في المسابقات الثقافية وأن يشارك في الأنشطة الرياضية أيضاً والآن يختار كل واحد منكم ثلاثة طلاب ويكتب أسماءهم في البطاقة هناك اسم مشترك في جميع البطاقات أحمد بن علام هو الطالب المثالي سنعلن النتيجة للطلاب في الأسبوع القادم إن شاء الله الجائزة، كتب، وحقيبة، ومبلغ من المال وسوف يكون هناك حفل كبير يحضره آباء الطلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر